ارتفاع أسعار البون الخام في النمسا بنسبة 70% مع توقعات تأثيرها خلال أشهر يعني خلاص مش نشرب قهوة تانية خلاص يعني لاحظ السازي الكريم فعلا اليوم هذا الخبر بجوز يعني حبينا نستعرضه نشوف الحالة الهزلية بقلك أسعار البون الخام رح ترتفع 70% يعني فنجال القهوة اللي انت بتنزل مثلا حبيت تشربه على أحد نواصي يعني فيينا خلينا نقول اللي كان بيكلف 3 يورو تقريبا حيصير يكلف 5 يورو واللي كان يكلف 5 رحيصير يكلف 8 إلى 9 عمل لك مثلا اللي بيكلفك 5 رح يكلفك 8 يعني فعليا السعر هذا تقريبا رح يضاعف إلى حد ما يعني على الأقل 50% على الأقل 50% في زيادة أسعار القهوة يعني انت لو بتذهب إلى أحد مراكز التسوق في النمسا حتى تشتري كيلو قهوة إذا كان حق الكيلو القهوة 10 يورو اليوم صار حقه 15 يورو واللي حقه 20 يورو صار حقه تقريبا 30 يورو يعني 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 شوف أنت اليوم لاحظ أنت اليوم حياة إحنا فعليا صرنا عم نحكي ناس تزعل منين صرنا عم نحكي اليوم هلأ بيجي واحد بيجي واحد بيقول لك يا أخي أنتم أنتم شائمين وأنتم ما بعرف شو أنتم أنتم لك يا حبي يعني عم نحاول نحن نقل الصورة فلاحظ أنت اليوم الكارثة وين سيد الكريم أنه فنجال القهوة اللي هلأ عم نشرب وإحنا عم نعمل نشرب هيصير حلم هيصير فعلية مش حلم يعني هيصير من الرفاهية يعني أحد أنواع الرفاهية أنا اليوم شو بتعمل بشرب قهوة واو شغلة كبيرة كتير يعني أنه بتشرب قهوة أنت عم تترفع عم ما يعني فأعلن كارلوس ميرا خبير سوق الزراع في بنك روبا بنك بلندن أن المستهلكين يدفع المزيد مقابل قهوة خلال العام المقبل وسجلت أسعار الحبوب أربكا المتداولة في بورصة نيويورك أكثر 320 سنة أمريكا ما يعادل ثلاثة يورو لكل رطل وهذا الزيادة الأعلى منذ عام 1977 طبعا هذا الشيء تراجع المحاصيل على مستوى عالمي بسبب يعني أسعار الطاقة وزيادة الطلب في آسيا وفقا لبرونر أضافة أخشى أن بعض الموردين لن يتمكنوا من تعويض الزيادة في الأسعار مشيرا إلى أن أحد الخيارات تخفيف الضغوط يتمثل في تعديل الخلطات واستخدام أنواع أرخص منها لعشاني أضف إلى ذلك برضو اقتفاع برضو المواد الغذائية بشكل عام البنزين بشكل عام بشكل عام بشكل عام يعني إحنا اليوم أخلينا نحكي شغلي خلينا نحكي شغلي إحنا اليوم على سبيل بشكل عام على سبيل عام على سبيل المثال القهوة اللي أنا اليوم كنت أشتريها على سبيل المثال الكيلو تبعا مثلا كان بعشرة يورو ماشي أنا اليوم كشار كيلو قهوة هذا الوسط ماشي راح نروه للمرتفع هذا التكلفة أو حتى يمكن أقل من الوسط بعشرة يورو أنا قبل بسنة أنا قبل بسنة أو أكثر كنت أشتريها بخمسة يورو فهي فعاليا نحنا خلال سنة شهدت ارتفاع بلغة مئة بالمئة فما بألك اليوم بالارتفاع فأصبح يا سيدي الكريم فنجان القهوة أحد أنواع الرفاهية اللي أنت ممكن ترفع فيها تشرب قهوة تشرب قهوة إذن أنت مرفع ما تشرب قهوة إذن أنت غير مرفع حتى الشاي حتى الشارح يرتفع حتى الشاي حتى الشاي بقول لك حتى هذه المنتجات بشكل عام يعني حتى هو أعتقد قال أن القهوة سترتفع حتى فيها هي منتجات الشاي لأن الظروف التي يزرع فيها الشاي نفس الظروف التي تصنع فيها القهوة ما راح تفسها بالماد الزراعي ولكن بأصد أنه هاي الأمور الاستهلاكية على مستوى العالم ترتفع أسعارها مع بعض البعض يعني أضف عليها الكاكاو فبالتالي طبعا حتى من فترة تزلنا خبر أسعار الشوكولات راح ترتفع كل منتجات الشوكولات راح ترتفع الايس كريم وما بعرف شو والحليب من فترة كمان بده يرتفع فسيدي الكريم هذه المنتجات فعلا ستصبح أحد أنواع الرفاهية وما بيقدر يحصل عليها إلا الشخص اللي مرتاح ماديا جدا ترجمة نانسي قنقر